بسم الله الرحمن الرحيم بعد يا شباب ما انتهينا من الشقوق الحامضية بالمجموعات الثلاثة بتوحة هنتكلم عن الشقوق القاعدية الشقوق القاعدية يا شباب زي ما احنا قلنا بنسميه الكاتيون وبيحمل شحنة مجابة هذه الشقوق القاعدية تقسم إلى ست مجموعات على أساس الأملاح غير قابلة للزوابان التي تعطيها هذه الأملاح طيب يجب الكشف عن هذه الشقوق من المجموعة الأولى إلى المجموعة الستة إلا عند الكشف عن النشادر أو الأمونيا الذي يجب أن يجرى في البداية لأن الأمونيا يا شباب هو تابع المجموعة الستة اللي انا هندرسها ان شاء الله اللي هي مجموعة في لزات هذا الجدول ان شاء الله اللي انا هورهولكو دلوقتي بيوضح الشقوق الموجودة في كل مجموعة الكواشف بتاعتها تترصب في أنهي صورة ونوع الوسط الذي يتم فيه الترسيب الجدول ده مهم جدا 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 نجي نمسك أولا المجموعة الأولى إحنا زي ما اتفقنا شقوق قاعدية ست مجموعة المجموعة الأولى بتشمل أملاح الفضة الرصاص الزباقوز الكاشف بتاع المجموعة يا شباب حمض دايل خلاص يا شباب حمض المخفف تترصب هذه المجموعة في صورة كولوري دات كولوري دات الوسط اللي بتترصب فيه حمض المخفف زي ما قلنا أو الكاشف بتاعها حمض المخفف طيب نجي للمجموعة التانية هناخد منها أملاح النحاس والكادميوم والبزموس والزق بقيك والقصدير والأنتيمون والزرنيل الكاشف بتاع هذه المجموعة كابريتي دي الهيدروجين H2S في وجود دايل HCL يعني الاتنين H2S مع دايل HCL هذه أملاح هذه المجموعة تترصب في صورة كابريتي دات هنا سي إل خلاص طبعا الكاشف زي ما قلنا أو الوسط اللي بترصب فيه الكاشف بتاع المجموعة عبارة عن كابريتي د والهيدروجين أو كابريتي د بالصوديم مع حمض HCL المخفف طيب هنيجي للمجموعة الثالثة يا شباب هندرس منها الألمونيوم أملاح الحديد أملاح الكوروم كاشف بتاع هذه المجموعة هيدروكسيد الأمونيوم في وجود كولوريد الأمونيوم هيدروكسيد أمونيوم في وجود كلوريد الامونيوم. هذه المجموعة تترصف في صورة هيدروكسيدات والو اتش. بزرر اه الوسط الذي تترصف فيها شباب اه زي ما قلنا الكاشف عبارة عن هيدروكسيد الامونيوم الو اتش مع كلوريد الامونيوم الان اتش فور سي ال. طيب النسبة للمجموعة الربعة الخرصين املاح هنديد اسمنا املاح الخرصين املاح المنجنيز املاح الكوبالت املاح نيكل. كاشف بتاع هذه المجموعة كابريتيد الامونيوم. كابريتيد الامونيوم. في وجود كلوريد الامونيوم وهيدروكسيد الامونيوم. لو تفتكر كلوريد الامونيوم وهيدروكسيد الامونيوم دول الكواشف بتوع المجموعة التالتة. بالاضافة لما نيجي في الرابعة نضيف عليهم كابريتيد الامونيوم. هذه المجموعة تترصف في صورة كابريتيدات زي المجموعة التانية كده. بس الكاشف هنا مختلف عن هنا. طبعا اه في وجود زي ما قلنا كولوريد الامونيوم وهيدروكسيد الامونيوم ووجود كابريتيد الامونيوم او كابريتيد الصوديوم. طيب المجموعة الخامسة يا شباب هندلس منها الكالسيوم والاسترانشيوم والباريوم. واملاح الكاشف بتاع هذه المجموعة كاربونات الامونيوم في وجود كولوريد الامونيوم وهيدروكسيد الامونيوم. يبقى ثلاثة كاربونات امونيوم كولوريد امونيوم هيدروكسيد امونيوم. املاح هذه المجموعة تترصف في صورة كربونات. تترصف في صورة كربونات اهو الكاشف بتاعنا او الوسط. هيدروكسيد امونيوم. اه 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 اه. كلوريد امونيوم اه اه بالاضافة لوجود اه كربونات الامونيوم اه 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 كل اتنين سي او سري. المجموعة الستة يا شباب زي ما قلنا هي المجموعة بتاتي الفلزات الماغنيسيوم والسوديوم والبوتاسيوم والامونيوم. ودي لا يوجد لها كاشف معين او كاشف مشترك زي باقي المجموعات زي باقي المجموعات. هنبدأ بدراسة المجموعة الاولى وبنسميها مجموعة حمض اه الهيدروكولوريك المخفف الوضايل اتشي سيل. لو تفتكر برضو في الشقوق الحامضية كان اسم المجموعة الاولى مجموعة حمض اتشي سيل المخفف. خلاص يا شباب. طبعا املاح هذه المجموعة بتضم ايونات الفضة والزي باقوز والرصاص. تتميز احنا قلنا بتترصف في صورة كولوريدات. في صورة كولوريدات. تبقى شحيحة الزبابان في الماء عند المعالجة بواسطة حمض الهيدروكولوريك المخفف. هندرس من املاح هذه المجموعة الاولى املاح الفضة. زائد واحد. يعني التكافه بتاعه واحد. خلاص. اول تجربة هناخد محلول الملح اهو. هناخد مثلا وليكن نطرات الفضة. في وجود كاشف المجموعة حمض اتشي سيل اهو. فعلى طول بيتكون راسب ابيض من كولوريد الفضة. اللي هو ده يا شباب. كولوريد الفضة. ايه جي سيل. شحيح الزبابان في حمض النيتريك المخفف. لو انا جيت خدته. ولكنه اه في محلوق في حمض النيتريك لا يزوب. ولكنه يزوب بسهولة في محلول من هيدروكسيد الامونيوم. التجربة التانية محلول الملح اهو مطرات الفضة. مع كورومات البوتاسيوم. ده الرمز بتاع كورومات البوتاسيوم يا شباب. خلاص. يتكون راسب بني محمر من كورومات الفضة. اهو. كورومات الفضة. تجربة اللي بعد كده محلول الملح مع يوديد البوتاسيوم. يتكون راسب اصفر من يوديد الفضة. هذا الراسب شحيح الزبابان في كل من حمض النيتريك وهيدروكسيد الامون. ادي نطرات الفضة يا شباب. خدتها على طول مع يوديد البوتاسيوم. يتكون راسب اه اصفر من يوديد الفضة. يوديد الفضة. طيب هندرس كمان من املاح هذه المجموعة املاح الرصاص. البي بي زائد اتنين. يعني تجربة بتاع السنين. اول تجربة هناخد محلول الملح. وليكن احنا واضين نطرات الرصاص. في وجود كاشف بتاع المجموعة حمض اتش سي ال المخفف. يتكون راسب ابيض من كولوريد الرصاص. اهو. زي ما اتفقنا قبل كده. هذه المجموعة ترصب في صورة كولوريدات. هذا الراصب يا شباب بتاع كولوريد الرصاص ده يذوب بالغليان ويترصب بالتبريد. تجربة اللي بعد كده هناخد محلول الملح مع كورومات البوتاسيوم. خلاص. فعلى طول يتكون راسب اصفر من كورومات الرصاص. هذا الراصب يذوب في حمض من حمض النيتريك المخفف. تجربة الثالثة. محلول الملح مع يوديد البوتاسيوم. اهو. المثال اللي انا وقضيناه لاملاح رصاص. مثلا مطارات رصاص. مع وجود يوديد البوتاسيوم. فبيديني الراصب اصفر من يوديد الرصاص. هذا الراصب يذوب بالغليان ويعطي محلول غير ملون ويظهر الراصب بالتبريد. يبقى بيدوب بالغليان وبيظهر لما الراس او المحلول بتاعه بيبرد.